السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد جيمي انجش تكون فيديو جيد عن صفت اللي سينس كرات خط خطها السبع سوري على التأخير بالفيديو بس كنت مشغول شوي مش هنيك تأخرت فيه طبعا الفيديو اليوم رح يكون اللي هو المنتننس أو التحديث تبع تاريخ 21 تسعة اللي هو عنا بيكون تاريخ 22 تسعة طبعا مثل كل مرة الابديت بيبلش الساعة 10 بم بي دي تي يعني عندي بالكويت اللي هو بتاريخ 8 الصباح يعني قبل التحديث أو قبل الريسة بساعتين وحيضلت لتساعات ممكن يتأخر ممكن لا بس حاولوا دائما مثل ما قالوا هون انه تسكروا الاجهزة قبل هذا الوقت مش هما يروح عليكم اي بيانات انه حانا ممكن يصير ارور وتاحت تنحزف المعلومات طبعا الهيرو الجديد أو الشخصية الجديدة رح تنزل بكرة مثل ما أنا توقعت ومثل ما كتير ناس توقعت اللي هي إيستن إيستن الزرقة مو الخضرة القوية لا هاي الزرقة طبعا رح تكون step up event اللي هو انه انت بتعمل step up وبآخر العاشرة الملتي العاشرة بتاخد إيستن مية بالمية مجانا وهي مو مجانة انه تدافع عشر ملتيات بس رح تاخدها يعني مية بالمية من غير ما تعمل إداعش يعني بقى هاي هي بقى إيستن رح تجي طبعا هلا بنحكي عليها شو بتعمل وشو فايتها آآ نشوف الشغلات التانية الشغلة تانية رح تنزل اللي هو آآ growth event رح يعطونا سبعة اس اس آر evolution pendant يعني رح يعطونا آآ سبع ميداليات اللي هو الاس اس آر مشان تقدر تطوير الشخصية تبعك طبعا آآ هنا نصالوا نعتقد 3 أسابيع ما عطينا واحدة جديدة مشان هيك به هالمرة عطونا واحدة فيها سبعة ما بعرف إذا هذا الشي رح يضل ينعمل لأنه خلص كل شهر ولا كل اسبوعين ولا كل أسابيع بنزلوا مرة واحدة وبيعطونا فيها كتير آآ أهم شي يعني يعطونا 14 بالشهر ما عندي مشكلة فين يطور شخصية يعني فيك دول أو شخصية ونص إلا شخصية من الصفر للـ 80 وبتضيف عليها واحدة أنت بقى هاي الشغلة اللي جيدة اللي رح تنزل اللي هو growth event اللي بتفوت عليه بالـ event بتلاقي بتلعب خمس مراحل وبتاخد منه طبعا الكوزماتيكز اللي جديد اللي هو اللبس اللي جديد اللي رح ينزل يكون لـ east 10 كمان بقى إذا تكون تشتروه بمصاري بيكون أعتقد حقو 24 دولار أو فيك تشتريه بعدين 90 دولار بتسعين جيم بس يخلص الـ event طبعا بالـ boo اللي هو العملاق الموجود حاليا بورينبو رح يفتحوا اللبس تبعه وفيك تاخد لبس كامل لإلها 3 قطع UR إذا لعبته وطبعا رح يكلفك 10 بخمسة 10 بخمسة 10 بخمسة 10 بخمسة وتنتين هدول ما بعرف شو هدول بقى فيك تاخد 15 أه 15 من هاي بتبدله بهاي أيوة يعني فيك تقول بدك خمسين 150 180 بدك أعتقد 180 بدك ولتنتين إيه بس بدك خمسة هون يعني معناها عشر 20 لأ عشرة عشرة يعني عشرين بدك من كل واحدة ما بعرفتت بالحيط ما هو عمل لك 15 يعني ما بعرف المهم هاي هي بقى هذا هو اللبس اللي جيل اللي بتاخده من برنبو طبعا في شغلة كمان سالفج ريت أب إفنت السالفج إفنت رجع مرة تانية مع أنه ما صلوا إسبوع خالص اللي هو أنه بتروح القير تبعك وبتاخد مكانه انهانسمنت سون زيادة وبتاخد مكانه أويكينك سون أنه هو فيه السوبر سكسس والأترا سكسس بيرتفعوا للضعف بها هي شغلة كتير كتير حلوة وفيه شغلة جديدة اللي هي النايتمير دفيكلتي إن باتل إفنت طبعا الباتل إفنت لما تفوت على الباتل بتكون فوق أول واحدة على اليسار اللي هو باتل وبتلعبها وبتاخد جوائز وبتاخد جيمتين بأضافوا عليها الأشغلة بتفوت عليها من هون اللي هي اسمها نايتمير نايتمير مرحلة بتلعبها بيكون أعتقد مية وستين السي سي المطلوب يعني صعبة مو سهلة بس بتاخد جوائز أحسن من النورمال دفيكلتي أو أصعب شي بالعادية بقى هاي شغلة كتير مهمة وحيضيفوا مرحلة بس أنا هاي بأعتقد يعني سيئة شوي ليش لأنه أنت ما عاد فيك تلعب النايتمير أو إذا ما في السي سي تبعك مو خوي لدرجة أنه تقدر تلعب النايتمير ساعتها ما رح تقدر تاخد جيمت الجوهرتين بس تخلص المهمات كاملة بقى هاي الشغلة يعني بصراحة أنا شايفها شوي سيئة أنه أنت ما رح تقدر تخلص المهمات كلها مشان هيك بقى ما رح تقدر تخلص هي مية بالمية وتاخد الجوهرتين بقى هاي الشغلة هاي الشغلة هاي الشغلة هاي الشغلhl وفريزا طبعا الشغلات هاي NY إذا أنت عمدك تطور شخصياتك هلأ تطورهم والسبب بانر تبع مونو والسبب بانر تبع آرثر والتيكت راح تخلص بقلي مو آخد التيكت وبدأ يسحب على الشخصيات الفالنتاين يخلصهم هلأ مشان أو يشتريهم إذا بدي يشتريهم أنه بعدين راح تستبدلهم بمئة ألف جولد بس وطبعا في كان مشكلة بالكاونتر تبع مليودا سأنه هي بتعتبر لونغ رينج مع أنه هي المفروض شورت رينج مشان هيك بقى أنت بالجريدي من بتجيبه بتجيبه بالكاونتر بتجيبه مس لأنه هو شورت رينج بهذا هو التحديث تحديث فيه ثلاث شغلات حلوة اللبس والشخصية الجديدة والس سار بيدنز وفيه نايتمير بقى حلوة طبعا البوكس الجديد مثل ما تشايفين اسمه نايت بقى هاي هي بتكتبوها هيك بيطلع لكم كينغ الأخضر هل لا بان بيعطيكم بان الأحمر أعتقد الأحمر بقى هذا هو الباسورد أو الكلمة السر الجديدة تبعى السندوق وطبعا نجي هلأ لإيستين إيستين طبعا هي الشخصية الزرقه مو الخضره الخضره هي القوية اللي راح تنزل بالمستقبل بس ما إمتلا حد ما حدا بيعرف لسه بأول شي راح تكون زرقه وإس س آر وطبعا الرئيس تبعه هيومن هي بشرية يعني أنا أعتقد كلهم بشر لحد الآن ما شفت شي يعني غير بشر ليليا فلينتي مونو كلهم بشر أعتقد المهم هلأ أول سبشال من سبشالاتها بتعمل 150 دميج لكل الأشخاص السبشال تايم بتعمل 180 دميج لكل الأشخاص وبتعبي أرب يعني نفس سكانور بس شو بتضرب الكل وبتعبي أرب واحدة مو ثلاث أربات والأخيرة بتعبي أربين وبتضرب الكل 300 دميج السبشال التاني تبعها بتعمل attack related stats يعني بتزود البيرس الكريت شانس الكريت دميج والأتاك لكل الأشخاص الفريق تبعها ب15 بالمية بالكرت الأول 20 بالمية بالكرت الثاني و30 بالمية بالكرت الثالث طبعا هاي السبشال نفسها تبع هلبروم الأخضر السر هلبروم الأخضر بيعمل نفس الشي بالضبط يعني هي رح تجي تكون أحسن على أساس من هلبروم الأخضر وطبعا التي تبعها بتعمل 350 دميج بس بتعمل spike spike يعني create damage increase يعني زي عملت الكريت رح تعمل ضعف الدميج تبعها اللي هو 350 ضعفه وطبعا كل ما تزيد بتزيد 35 بالمية وهذا اللي بس تبعها طبعا هلأ والassociation تبعها هو بان وليليا طبعا اليونيك تبعها increase basic stats by 5% bear each buff on allies and enemies يعني كل ما يكون عندك بوف عليك أو على اللي ضدك رح يعطيك 5 بالمية يعني رح تصير لمد تبعها خمسة وخمسة مرات يعني رح تصير 25 بالمية رح ترفع ال basic stats تبعك بقى يشغل كتير كتير حلوة ورح تعمل دميج عالي يعني بقى هي يستن الزرق اللي رح تنزل طبعا هلأ بنجي لله للسؤال هل أعمل عليها ولا أعمل على لوزفين ولا أعمل على شخصيات الفالنتاين بصراحة لا حد يعمل عليها ليش؟ انه هي شخصية اوكي منيحة بس مو قوي لدرجة انه لازم اعمل عليها وروح كل جواهري لانه الخضرة هي اللي رح تكون قوية عرفتوا كيف؟ بقى فينا نستنى بس اللي ما عنده ليليا وبده يسحب عليها مشان ليليا طبعا ليليا وفالنتي وكل الشخصيات القديمة رح تكون موجودة بالبانر بس رح يكون نسبتها أقل إلا طبعا إذا حطوا كمان شخصيات تانية وهيك ساعته رح يصير إذا طلال لك السؤال رح يكون في كتير شخصيات هلأ ليليا بصراحة أقوى واحدة فيهم لحد الآن بس تبس تنزل إيسن خضرة رح تصير هي الأولى يعني إيسن خضرة بعدين ليليا من الشخصيات اللي هو الأوريجينال اللي هو الشخصيات الأصلية تبع نت ماربل بقى بصراحة أنا حعمل عليها بس رح عمل شو كالعادة اللي هو أول ملتي وتاني ملتي ليش؟ لأنه أول ملتي بتكون بتلاتين تاني ملتي بتكون بواحدة بجم يعني رح عمل ملتيتين بواحدة وثلاتين جم مشان هيك بقى أنا رح عمل عليها فقط لهذا السبب الوحيد بقى بتمنى لكم التوفيق وإذا كنتم تعملوا عليها مشان شخصيات تانية ما حدا حيلكم لا بس بصراحة بالنسبة إلي لوزفين أهم وشخصيات الفالنتاين اللي هو إليين وفنري وجينا أحسن منها حاليا لأنه ليش؟ لأنه بيعطوا بونس إذا قدرت تشتري اللبس تبعهم بيعطوا بونس كتير حلوب الهيل ديمون بقى هاي هون وصلنا لها الفيديو تبع اليوم أرجونا تكونوا استمتعتوا فيه وإذا استمتعتوا فيه لا تستعونيوا لاك للفيديو وتشتركوا معنا بالقناة شايفكم كل جيد مني ونشوفكم على أخير الفيديوهات تانية مع السلامة